أكدت مقررة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادية في الحوار الوطني نور علي عبد السميع أكدت أن الحوار الوطني تجربة وطنية متفردة وحوار بناء لمناقشة القضايا المختلفة بما يليق بالجمهورية الجديدة وأكدت مقررة لجنة السياحة في كلمتها خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة السياحة استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق عائد بقيمة 30 مليار دولار تماشيا مع رؤية مصر 2030 مشيرة إلى أنه يتم العمل من أجل تحقيق ذلك